السلام عليكم وشوش الوش ده هو وش مصر وش كله مصرية وكمان وش يقول انه مصر لازم تبقى كده تبقى مصطفى النحاس مصطفى النحاس زعيم الامة مصطفى النحاس دولة معالي رئيس الوزراء رفعة الباشا مصطفى النحاس مصطفى النحاس مش بس محامي انضم الحزب الوافد مع ثورة 19 لا ده مصطفى النحاس عنوان لمصر في كتاب كبير جدا جدا اسمه تاريخ مصر عنوان منور عنوان مؤسس ليه؟ ليه الرجل اللي موليد 1879 وتوفي 1965 بالعظمة دي وبالروعة دي ايه عشان كان رئيس حزب الوافد زمان؟ زعيم الامة؟ طبعا ده كان الحزب الشعب الاول امبابا الوحيد وهو ما كانش حزب اوي بالمناسبة انه هو كانت تجامع وطري يعني كل الناس دفاعا عن استقلال مصر ورغبة في تحرير مصر كلهم تحت غطاء كبير كده مختلفين تحته لكن كلهم جواه اسمه حزب الوافد يعني حزب كان جابها وطنية اكتر منه حزب وعموما من يوم ما تأسس لغاية ما تحل هو سبع سنين فقط رئاسة وزراء او تشكيل حكومة من الوافد منهم شوف من سنة 1928 من اول زعامة يعني ما بعد موت سعد زغلول وتؤلي مصطفى النحاس رئاسة الوافد من سنة 28 سنة 52 عاش خمس سنين بس رئيس وزراء ويه بقى مرة سنة ونص مرة 4 شهر مرة 5 شهر يعني خمس سنين على المات الطويل ده فحنا بنتكلم على الزعامة الحقيقية من مصطفى النحاس جات من مصطفى النحاس مش من مناصبه ولا من وظيفه ولا حتى من مكانته كرئيس حزب الوافد او زعيمه هحكي لك وقعتين الوقعة الاولانية وقعت الصفعة مصطفى النحاس رايح يركب القطر خد بالك عشان في محطة مصر هيروح يعمل مؤتمرات انتخابية في المحافظات فالراجل قوله صورة شهيرة في الحكاية دي في محطة القطر نايم على الدكة بتاعته للرصيف لا بنتكلم على قبها ولا فشخرة ولا مواكب ولا مواكب لا حاجة بنتي خالص راجل رايح هو وواحد تاني زمينه او جدير مكتبه ونايم على الدكة لان القطر ايه لسه معاده بدري المهم في يوم بقى في محطة القطر دي نازل هو بمحطة قطر مصر هنا سكة حديد مصر دي محطة رمصيس باب الحديد شاب ماشي قدامه لقاه قال له انت مصطفى النحاس رئيس وزراء مصر قال له ايو قال له طب خد تخ وقام ضربه بالقلع على وشه ضرب مبيد ضرب مصطفى النحاس صافع السيد الكبير العظيم معالي دولة رئيس الوزراء مصطفى النحاس باشا بالألم على وشه يعمل ايه مصطفى النحاس بين شاب من غاضب احمق اعتاد عليه وضربه بالألم واحدة في محطة القطر امواخده كده تحتباطه ومشي بيه لغاية اسم الاسبكية يحرر ضده محطر على فكرة حرره محطر ضد الولد وبعدين افراجوا عنه محل الإقامة ومشي ورئيس الوزراء مشي عادي خالص يعني المواقع الغاية دلوقتي دليل على عظمة مصطفى النحاس وروعته توضعه رئيته حريته ديمقراطيته سمحته كل حاجة لكن ان انكت من كده تاني يوم كتب عباس محمود العقد يهاجم مصطفى النحاس لانه حرر محضرا تجاه الشاب اللي ضربه بالألم هذا الشاب الوطني العظيم المفهم بالوطنية والمشي عارف ايه طب ما كان يعمل له مصطفى النحاس يعني ده مصطفى النحاس ما عمانش خالص ده محضر وراجل مولوان باشي يعني فشوف شوف العظمة بتاعت هذا الرجل المتواضع الكريم السمح الديمقراطي الحقي الوقع التاني بقى نوقف البرلمان يقول لانه حصل هجوم شديد على مصطفى النحاس من احد اعضاء حزب الوفد وقياداته من المكرم عبيدي اللي انشق عنه وقال انه كان بيشتري الفرير اللي امراته الفرير اللي هو الفرو اللي تعلب ده اللي بتترديج نساء الهوانم يعني من اوروبا على حساب الحكومة فخرج وقف رئيس وزراء مصر على منصة مجلس النواب ومجل الشيوخ في اجتماع مشترك يطلع لهم فاتورة جايبها شاري بيها الفرير بفلوسه بفلوس الدولة فسمح للامة انها تحسبه على فرير زوجته